اشتركوا في القناة خير من بناء الفجامة أحسمت نعم فيعرف الحديث الموضوع بأنه يكون العمل بسيطا صغيرا فيأتي عليه بأجر كبير نعم وهذا الحديث عندك يا شيخ حسن هذا الحديث عندك ما حاله رجب شهري أو رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمة ها يعني لا لا يصح ها نعم حديث أيضا موضوع أن النسلم يقول أن رجب شهر الله وشعبان شهري أي شهر النبي ورمضان شهر أمتي وهذا السؤال الكبير عندك يا أبا علي ما هو الحديث الصحيح الذي ثبت في فضل شهر رجب أم لم يثبت فيه حديث صحيح هل ثبت فيه دليل صحيح أم لم يثبت فيه حديث صحيح إذن أبا علي الرجل يرفع يده لكن سأبلغ علىك تتراجع أبا علي يقول لم يثبت حديث صحيح في فضل شهر رجب تتراجع قبل ما أن نسأل وإلا أنت على هذا سيتراجع فيما بعد هات فضل ضرافة أيوة الفضيلة الوحيدة أنه من أشهر الله الحرم أذي مزية وفضيلة أي بنص الآية والآية حديث إن أصدق الحديث كلام الله في الحديث إن أصدق الحديث كلام الله وفي الحديث إن الله خلق السماوات استدارت يوم خلق السماوات والأرض عادت كهيئتها إثناء عشر شهرا منها أربعة حرم أحسنت نعم هذا الحديث فيه كلام لا هو لم ينص على آه نعم نص على أنه من الحرم ورجب الذي بين جماده وشعبان أحسنت أما حديث أو رجب مضر حريص صحيح أضافه النهو سلم إلى مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم الشهر الأشهر الحرام فأضيف شهر رجب إليها لأنها كانت تؤظمه وأما حديث أن سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام شعبان قال هو شهر بين رجب ورمضان والناس يغفلون عن صيامه هذا الحديث فيه كلام لأن هذا الحديث يشير على أن هناك فضيلة للصيام في شهر إيش رجب يشير أن هناك فضيلة للصيام في شهر رجب عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تصوم شعبان قال هذا شهر بين الرجب وبين إيش رمضان والناس يغفلون عن صيامه يعني إذا كان رمضان يصومون إذن رجب إيش يصومون وهذا لا يثبت يعني فيه كلام وإن كان بعض أهل العلم يرى تحسينه من؟ أي وكما سمعت هناك من يحسنه لكن الذين يقولون بعدم تخصيصه بصيام هذا الحديث فيه كلام عنده فلو كان هذا الحديث يصح إذن لا مانع من صيام رجب وتخصيص رجب كما نخص الشعب فهمتها طيب ما في مشكلة يعني شهر الرجب من حيث الصيام كأي شهر من أرد أن يصوم فيه الإثنين والخميس أو يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر ما في مشكلة أو يصوم يوم ويفطر يوما أو يقضي فيه معل من صيام ما في مشكلة لكن الذي لا يثبت في شهر رجب أمور فما هي الأشياء التي لا تثبت في شهر رجب يفعلها الناس وهي غير ثابتة واحد الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج يزعم أنه في ليلة كم السابع والعشرين وهذا أولا في التاريخ لم يثبت في اليوم ولا في الشهر أنه غل ثبت تاريخيا بذلك أفضل ما قيل في وقت الإسراء والمعراج أفضل وأصح ما قيل فيه بأنه كان بعد البعثة وقبل الهجرة بعد البعثة وقبل الهجرة هذا أحسن ما قيل فيه أما تعينه اليوم السابع والعشرين أو تعينه بشهر رجب فهذا لم يقم عليه الدليل والعجب فكم سترى من العجب في شهر رجب ها أيضا ما الذي لم يثبت التهنئة ليست خاصة التهنئة بشهر رجب فالتهنئة لا تثبت إلا ما دل عليه الدليل كما يهنئون بالجمعة وأيضا ما فعلها الدليل أو يهنئون برجب للتهنئة نعم نعم إذن تهنئة هذه تهنئة بدعية أحسن ها أيضا من الأشياء التي لم تثبت في رجب ويفعلها الناس صلاة الرغائب هذه صلاة الرغائب تكون في أول ليلة من رجب يعني كانت في ليلة أمس الذين يفعلونها إذا كان اليوم هو واحد رجب صح فغد الليلة الماضية هم يفعلون هذه الصلاة صلاة الرغائب كيفية وأشياء وخرابط فهي بدعة أيضا من الذي لا يثبت في شهر رجب تخصيصه بالعمرة فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خصصه بعمرة تخصيصه بعمرة لا يثبت أيضا تخصيصه بالصيام كما تقدم لا يثبت وأيضا بقي شيء هذا لا يثبت اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان نعم فالناس ما يريدون البركة في رجب ربما مستعجلون على الوصول إلى رمضان طيب أحسنتم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أكزungumzia كوسينا na funga ambazo na tokea katika miezi hii lio tajwa katika muezi wa shaaban na muezi wa rajab جinsi ya libe elekeza kusyena na ufungaji wa miezi hizo miezi hiyo kama huu muezi wa shaaban alipa ulizo wa mtume sananda wa nini nafunga huu muezi wa shaaban hakasema huu muezi ambayo kubaina ramadhana rajab ambayo muezi pia watuengi wameafilika katika huu muezi huu pia mtume sananda wa nusala alikuwa akifunga katika baadhi ya siku hizo wa shaaban ambazo hameulizo kusyena na ufungaji wa muezi huu wa shaaban pia kusyena na rajab ia mesema muezi wa rajab unabakia kama muezi mingine tuya kawaida ispokuwa haifai labda kusema labda kifunga katika huu muezi wa rajab labda anapata katha wakatha ispokuwa ni muezi ni wakawida kama muezi mingine ispokuwa kitaka kufunga labda hizi siku za kawaida siku ya jima tatu na aliamizi unaweza kufunga na zile siku zingine ambazo kila muezi kila muezi ukiandama unafunga kila muezi hizi wa siku tatu pia na kufunga zingine ambazo zinafaa kufunga lakini kuweka kabisa khaswa kufunga muezi huo inakuwa haifai spokuwa unafunga zile sunambazo meelekezwa kuhusiana na muezi huo inafaa kufunga hizi sunazingine lakini kasama vitu ambazo ya bifai kufanya katika huo muezi wa rajabu vitu ambazo ya binazushwa ni watu kusherekia hile alisira walumi katika huo muezi wa rajabu yanu kifika huo muezi wa rajabu ndiyo watu wanasherekia kuhusiana na isira walumi araji kwa hiyo kasama ni kitendo ambazo kifai kufanya hivo mana wanakusudia kifika siku ya 27 ndiyo wanaanza kusherekia hiyo siku kwa hiyo kwa itikadi yao kwa mba mtume alipelekwa hiyo isira walumi araji muezi wa rajabu lakini kitendo ambacho hakifai siyo hakijatibiti ispokuwa kazi isira walumi araji kawuli ambayo mzuri hiko sawa ni mtu kusema mtume alipelekwa alipelekwa baada kupewa utume baada albiatha baada kupewa utume alafu kabla kuhama kabla lihijira diyo mtume kabla kuhama kwenda madina kwa hiyo hiyo alipelekwa huko isira walumi ayraji hiyo ndiyo kawuli ambayo kwasawa lakini kuzidisha manano mengine ambayo hayako inakua haifai katika muezu huo kwa hiyo na mengine ambayo ya metajwa ambayo haifai kufanya katika muezu huo wa rajabu Bismillahirrahmanirrahim kala almualifu rahimahullahu ta'ala babu aadai sujud wa nahi ankafi shara wa thawbi wa aqsir raxi fi sala siyatih kala an ibn abbas wa hibdullah wa huniyatuh abu al-abbas habar un min ahabar al-umma wa fakih un min fukhaiha dhaa lahu nabiy alayhi salatu wa salam an yufqh fi dhin qal an ibn abbas an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal amirtuh an asjud dh ala sab' aadum fama hi hazeh sab' sab' aadum sab' sadaio laadum kusay dhaq ya kusay ma hi ala aadum sab' alati tis ud alayhi aadum alayhi naam الجبهة مع الأنف واحد يعتبر واحد لأهل الله سلم أشار إلى أنفه قال لما ذكر هذا الحديث وأشار إلى أنفه بالأولا واليدان ثلاثة الرهبتان أربعة خمسة نعم وأطراف أصابع الرجلين ستة سبعة أحسنت هذه سبعة أعضاء الجبهة مع الأنف فيمكن الأنف مع جبهته لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الأعضاء أشار إلى أنفه فلابد أنف مع الجبهة واحد اليدان ثلاثة الرهبتان أربعة خمسة الرجلين أطراف الأصابع ستة سبعة قال ولا أكف ولا أكف ثوبا ولا شعرا الثوب أن يكف الثوب مثال لما يأتي يسجد هذا ينزل عليه فهو يرفعها ما يخليه تنزل خل أي حاجة ينزل من نزل نزل ثوب نزل ثوب نزل كوت نزل ما نزلت لا ترفع شيء لا ترفع حاجة أي حاجة ينزل يترغوك ما هو أي حاجة ينزل وقت السجود عمامة شعر إنسان عنده أقائص مضفر يعني شعر عنده يظفرها فإذا سجد أو ركع تنزل عليه وهو يحاول يردها لا ترد شيئا لا ترك كل شيء على ما هو عليه هو يتكلم على أي حاجة يسجد معه لا تمنعه أي حاجة ينزل معه وقت السجود لا تمنعه هو يتكلم على السجود هو يتكلم على السجود الأصل أنه عند السجود وعند الركون وأن لا يكون قد كفتها من أجل الصلاة مثلا رجال دخل قبل الصلاة وهكذا لا نقول له لا نزل نزل هكذا لا فإذا دخل في الصلاة وبدأ يفعل هكذا فأمتأ نقول لا لا إذا كان قد هو من قبل الصلاة هو أصل معطوف من قبل الصلاة يترك مه إنما هذه الحالة داخل إيش داخل الصلاة يعني هذه الحركات كفت الثوب الشعر يردها فيمتأ أو يفعلها من أجل الصلاة فهذا لا أما إنسان فعلها لم يفعلها من أجل الصلاة فمثلا واحد قبل أن يدخل الصلاة ربط شعره نقول له لا تفعل هذا لكن واحد مربوط شعره من قبل يتركه كما هو فهذا المقصود بالعمل من أجل الصلاة فالعلماء يقولون في معنى الحديث فعندما يسجد ويحاول أن يرفع شعره أو يرفع العمامة قالوا فيه يعني صفة من صفة الكبر أنه عنده شيء ما يريد هذا ينزل معه أي حاجة سجد معك يجعله يسجد معك لا تعطف شيء لا خطأ لط هذا اللي يشوفه يسعره هكذا غلط حتى لو كان شعرك إلى هنا خليه ينزل معك تمام وأيضا تجد بعض الناس إذا 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 تباً لكاً، هذا هو صدر يدخل، 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 تباً تباً، أو هذا الناس هذا هو صدر هذا هو قبل يسوع هذا هو شعب، شعب، وهو شعب هذا هو المنصد للحدي في وقت القرونيو استبددوه، يتساوي القطرة لا، هذا سايد، تباً شكلها هذا سايد بفع شكلها؟ لا، يعني سايدة أصدر عندها، يعني في حارة خلال، هي سايدة معك، بس كان تبقى في التنش ما في مشكلة ما في مشكلة لا، مشكلة هكذا تبطتها، ما تخليها لي بزل معك أي حاجة سايد، تبسل معك، تبقى في التنش هذا هو، هذا معك أي حاجة سايد معك، تبسل، تبقى في التنش تبقى في التنش أبداً أبداً، تبقى في التنش Katika hadithi ataweka vizuri Kwenye hadithi nasema Ali Ibn Abbas Ali Nabi salallahu wa salam Akasema Kuhusena nahu sohaba liyo Pokehi hadithi ambeni Abdullah Ibn Abbas Kunia yake naituwa Abul Abbas Pia ni miongonwa Wale Wanyelimu ambazo ni kubwa Miongonwa wanachuwa ni wakubwa Mtume salallahu wa salam Alimuambia dua Aweze kupata ilimu kubwa Hala weze Kumpa ilimuambia ni kubwa Mtume alimuambia dua hiyo Kwa hiyo wakawa ni miongonwa wanachuwa ni wanyelimu Kwa kasema Kala huyu Anasezea nasema Umiru tu Ni meamurishwa mimi Niweze kusujudu Juya viungo saba Ni meamurishwa kusujudu Juya viungo saba Kwa kielezea Jinsi halivyo elezea Kusiana na viungo saba Ambea meelezea Kiungo cha kwanza ni Uso Pamoja na puwa Hili pagile uso Pamoja na puwa Hina Hina zingatua ni kitu kimoja Kitu kimoja Alafu mingine Chapili ni mkono Mkono wakulia na mkono wakushoto Hii nakuwa ni Ni tatu Viungo imekuwa ni viungo vitatu Alafu viungo mingine ni Goti la kulia na goti la kushoto Kwa imekuwa ni Ni tano jumla hapo Viungo vitano imeshafika Alafu mingine ni Zile incha vya vidole Zile incha za vidole vya Migu Ambea ni viwili Basi nakuwa ni Sita saba Kote ari Viungo hivo viko saba Kwa hiyo makusudio Hameambiwa asujudu na viungo saba Kwa hiyo hivo viungo vyote Saba lazima visujudu Kwenye ari Vyote viguse chini Kwa hiyo hivo viungo Ambazo amevitaja Pia kasemo wala akufa Thaoban wala shaara Pia Nimeamurisho pia Nisi kunje nguo Wala nyuele Nisi kunje nguo Wala nyuele Kwa hiyo Jinsi ya liwe elekeza hapa chini Kuhusiana na kukunja nguo Wakatu na unaswali Unasujudu Ima uwe kwenye sigida Au kwenye ruku Yote nakuwa ni makatazo Kwa mba unaanda kusujudu Ukaanza kukunja nguo Au kilemba liwe onyesha Kama kinashuka chini uwe O nakirudisha juu Unakirudisha Kwa hiyo nakuwa ni hi-fi Hame sema chochote kile Kiki inama hivo Kiki inama hivi Basi kiache kitu Kilibe hivo Kwa hiyo hacha hivo hivo Kama ni kilemba kime ninginia Hacha hivo hivo Kiniginie Usirudisha jute na hivi Wala nyuele Ataka mayude Ananyuele ndefu Nyuele ndefu Akisujudu hivi Au hameruku Nyuele zika ninginia chini hivi Basi haziache Asirudisha hivi Hache hivo hivo Kwa hiyo Vyoyote vile Chochote kile Hacha usujudu na hivo 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 Jinse ya liwe welekeza hapa Haka sema mfano pia Mfano mtu wanaingia Musikitini Hameingia musikitini Hakaanza kurekebisha zile Nyuele zake Anazifunga hivi Kwa ajili ya swala Hicho kitendo kinakatazo Kwa sababu ye Anazikunja kwa ajili ya swala Lakini kama hea metoka libo toka huko Nyuele zake li zikuwa zimefungwa Basi huyu Anambua zoeche hivo hivo Lakini Unakuta mtu wanaingia Anaza kushulika kwenye swala Mara kilemba kime ninginia Anakirudisha Kwa hiyo Pia ni makatazo Pia na kanzu Halilu welekeza Ukisujudu wa ukuruku Unakunja kanzu hivi Kwa hiyo we Rukuwa ukusujudu hivo hivo Kwa hiyo ni katika Melekezo ya hadithi ya mbeo Imelekeza pia Hamelekeza hapa mbele Kwa hiyo ni katika Vitu ambavi Mekatazo Kala wa ani Al-Abbas Ibn Abdil Muttalib Aisha al-Qaraba Ya Abdil Rahman Uu Abdil Rahman Aisha al-Qaraba Baina Al-Abbas Wubayna Ibn Abdil Muttalib Aisha al-Qaraba Baina Al-Abbas Ibn Abdil Muttalib What? Wawer Ibn Abdil Muttalib Fui kedaraba Baina Ibn Abdil Muttalib Mal عبد الله بن عباس أبوه أحسن فالعباس أبو عبد الله بن عباس قال عن العباس بن عبد المطلب إيش القراب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عنده القراب بين العباس وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما انتبهش عندك إيش النسب بين العباس وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمه نعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبته وقدماه تقدم هذا الحديث نعم سجد معه سجد العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد معه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد معه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد معه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد معه سجد معه سجد ensوصe أن نجد رحمه الله تعالى وعن حذيفة وهو ابن اليمان قيل في كنيته أبو نجيد رضي الله عنه قال وهو كان مختص محمد بصفة كان مختصاً بصفة عند النبي عليه الصلاة والسلام فما هي صفته حذيفة أحسنت مسؤول عن سر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده سر أسر به إلى حذيفة لأنه لا يخبر به أحداً وأيضاً كان متخصص في السؤال عن أي شيء أبو صادم يعني عن الشر وأيهما مقدم يا أبا علي السؤال عن الخير أم السؤال عن الشر عن الشر مقدم نعم أحسن قال عن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير عن الأعمال الصالحة أو ما شبه ذلك من الأعمال الخيرية والبر قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فتخصص كما يقال حذيفة في أن يعرف الجهة أو يعرف الطريق الذي يأتي منه الشر حتى يحذر منه ويبتعد منه مخافة أن يدركني تجد بعض الناس يسأل عن الشر لا خوف من أن يدركه ولكن حب الاستطلاع فأنت لا تسأل عن الشيء إلا تجد له منفعة تجد له منفعة عندك ولا تسأل عن أشياء ما خطرت على رؤوس الصحابة فتجد يهتم بالسؤال عن أشياء وأمور ويترك ما هو بحاجة إليها ربما لا يحسن الوضوء ولا يحسن سائر الأعمال الصالحة أو من الواجبات أو من الفرائض ومع ذلك يبقى مشغولا بأشياء وأسئلة غريبة عجيبة قال مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر معلوم ذلك فجاءنا الله بهذا الخير أي على يد النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم إذن الأحوال تتغير والأمور تتبدل وخير وبعده شر وشر وبعده خير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم يأتي خير بعد الشر وفيه دخل يعني خير ليس صافي الخير هذا ليس صافي فيه دخل فيه أشياء تنكرها قال نعم وفيه دخل قلت وما دخل يعني ما هي هذه الأشياء التي تنكر قال قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر يعني عندهم أشياء تعرفها خير وعندهم أشياء شر كما ترى في هذا الزمن يعني عنده أشياء تنكر عليه وعنده خير يفعل أشياء منكر ويفعل أشياء الخير يعني ما هو مضبوط قال قلت فهل بعد هذا الخير من شر يعني هذا الخير الذي فيه دخل وخير غير صافي هل يأتي بعده شر قال نعم يعني شر مح قال نعم فتنة عميا يعني فتنة عميا تلقط أي واحد شوف الشيء الأعمى يحس أمامه سيمسك أي شيء أمامه ما يفرط أي حاجة يحاول يلمس فتنة عميا ودعاة على أبواب جهنم دعاة متخصصين على أبواب جهنم كما أن هناك دعاة متخصصين على أبواب الجنة الجنة كان فيها أبواب ثمان يتجد باب الصوم باب الصدقة باب الجهاد فتجد أناس يدعون إلى باب الصدقة يدعون إلى باب الصيام يدعون إلى أبواب من أبواب الجنة وتجد أيضا بالمقابل أناس تجدهم أو تجدهم متخصصين للدعوة إلى أبواب جهنم للزنا خمور بدع شركيات ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفه فيها يعني يوصلونك والعياذ بالله إلى النار يوصلونك إلى النار كم تجد الآن من أهل الباطل كما سيتم قال قلت يا رسول الله صفهم لنا يعني جلهم واضحهم لنا فقالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويتكلمون يعني بألسنتنا باللسان العربي أو بغير العربي قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يعني ما هي النصيحة إن وجدت هذا الصنف ماذا أفعل وهذا الصنف موجود تجد دعاة الشيوعيين يدعو إلى جهنم دعاة الاشتراكيين دعاة البعثيين دعاة الأحزاب الكافرة دعاة الشرك دعاة أهل البدع كلها قال قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم الجماعة الذين هم أهل الحق والإمام إمام ولي أمر المسلمين قلت يعني أيضاً لازل يسأل هب أن يعني تأتي جماعة ما في لا إمام وليس هناك حتى جماعة قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ابتعد عنه ما تجد جماعة الحق ما تجد يعني ولي أمر ابتعد واعتزل ولو أن تعضى على أصل شجرة تعضها من أسنان من شدة البقاء عندها كأنك عاض عليها قال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك يعني ابقى معتزلاً تلك الفتن ويعبد الله وفر منهم حتى يأتيك الموت على ذلك نعم فهل قد وصلنا الآن لا جماعة ولا إيمان نعم قد وصلنا الدعاة على أبو جهنم موجود دعاة أهل الشرف دعاة أهل البدع دعاة أهل الكفر دعاة أهل الاشتراكية والشريع وغير من الدعاة لكن هل وصلنا الآن لا جماعة ولا إيمان لا هل الآن هناك جماعة لا السؤال هو قال فإن لم يكن هناك جماعة ولا إيمان هل الآن هناك جماعة أم لا يعني موجودة لا شك ولا إيمان جماعة موجودة جماعة أهل السنة والجماعة أهل الحق لها علماؤها ودعاتها جماعة باقية إلى أن يرث الله الأرض من عليها لكن قد تخفى وقد تذهب في بعض الأحيان لكن يعني ليس ذهبا كليا أما أهل الحق فهي باقية أما ذهب كلي أنها تذهب نهاية لا تذهب إن في بعض الأحيان تنشط تقوى وبعض الأحيان تخف وهكذا تضعف أما الجماعة هي موجودة لكن الإيمان موجود باعلي الإيمان موجود ما فيه من حيث أن الإيمان لجميع المسلمين لا يوجد هذا لأن المقصود بالإيمان إيمان لمن لأهل الإسلام كلهم هذا غير موجود الآن موجود كل دولة وعندها إيمانها ورئيسها لكن المقصود بالحديث هو إيمان دولة من؟ الإسلام إيمان دولة الإسلام لكل أهل الإسلام وهذا غير موجود والله أعلم إلا قد يوجد ودير على هذا المهدي المهدي إذا جاء سيكون هو إيمان أهل الإسلام أما قبل المهدي الله أعلم ما عندنا نقول الله أعلم أما هؤلاء إما كل واحد في دولتها كل واحد ولأمره هو صاحب الرئيس الذي نعم فلست ملزم أن تطيع مثلا ولي أمر السعودي ولست ملزم أن تطيع من ولأمر اليمن اليمن هم لهم طيعون ههم تمام أنت تطيع ولي أمر فضل أما هؤلاء siri yote ya kusema basi anampelekia hudhaifa anamuambia kuhiyo hudhaifa anaficha hiyo siri, hawezi kuheneza, hawezi kuhenezea watu, kuhambia watu kuhiyo hudhaifa kwa mtume sallallahu ala sallam, yaya likuwa ni ni khaswa wakuficha siri za mtume sallallahu ala sallam yaya peke yake, kwa sababu hawezi kutua siri, nyingine pia likuwa, yaya khaswa likuwa na, anamuuliza mtume sallallahu ala sallam wa vitu ambavi wa viyashari ili aweze kuhepukana na vitu viyashari, yaya naenda kuhuliza, vitu viyashari kwa mtume sallallahu ala sallam jinsi takavi wa lezua katika hadithi basi, ili aweze kuhepukana na vitu viyashari kuhiyo kasema kana nasu yasaluna rasul ala sallallahu ala sallallahu ala sallam anil khayri, huyu hudhaifa kielezea nasema walikuwa watu wakimuliza mtume sallallahu ala sallam kuhusiana na mambu ya khayri yote watu walikuwa na mtume kuhusiana na mambu ya khayri ili, waweze kufanya hawa mambu ya khayri wakasema wakuntu asaluhu anishari makhafata ayyudirikani lakini mimi nilikuwa na nikimuliza mtume sallallahu ala sallam kuhusiana na shari wawalikuwa na mambu ya khayri lakini mimi na mambu ya khayri na mambu ya shari kwa kuogopea ya siji ya kanipata haa mambu ya shari ya nauliza hivo ili aweze kuhepukana na haa masu alambani ya shari kuhu ya mesema milikuwa nauliza hivo kuhajilia kuogopea ya siji ya kanipata mambu ya shari fakultu ya rasulallah nikasema eo mtume wa Allah inna akuna fijahilia wa shari sisi tulikuwa katika ujahili ulikuwa na shari mbali mbali katika kipindicha kijahili kasema fajiaana fajiaana Allah bihatha lkhayri Allah akatujia na mambu ya khayri kama hii Allah kawalatea khayri basi ikawani ikawani dini ambeni ya khayri ya kona mwelekiwa ambeni mzuri kasema fahal baada hatha lkhayri minshari kamambia jie baada ya khayri hii kuna shari ambeni takuja baada hii khayri kala mtume kasema naam diyo yan baada ya khayri kuna shari kwa hiyo hali na kuwa hivo fakultu wa hal baada dhali kashari minshay jie baada hiyo shari kuna khayri tena hapo kala naam diyo kutakuwa na khayri kwa kasema hii hali ambeni nabadilika badilika leo kuna kuwa na shari leo kuna kuwa na khayri lakini lakini yakasema wafihi dahanun lakini katika hiyo khayri ambeni takuja kuna kuna na vitu ambavyo vitakuwa na vinapingwa na watu yani kuna khayri lakini vipo vitu ambavyo watu watakuwa na wanavipingwa hivyo vitu kutu wama dahanuhu wakasema ni ipi hivyo vitu ambavyo vitapingwa katika hiyo khayri kala kabun yastanun biya ghaire sunnati kuna watu ambe watakuja watafuata muongozo ambewa ni kinyumena sunazangu yani kinyumena njia yangu watu watakuja ambewa nafuata njia ambe siyo ya kuangu waya tadun biya ghaire hadi pia wanaongoka au wanafuata muongozo ambe siyo muongozo wangu kwa hiyo ni watu ambe watakuja wanabna hiyo tarifu minhu watunkiru yanu wanafamga bisa hicho kitu chakweli lakini wanapinga hao watu watakuja watu ambe wanajua wanajua katika hiyo khayri kuna vitu ambavyo ni vya khayri vitu ambavyo ni vinafaa kufuatwa lakini wawo wanapinga kwa inakuwa watu kama hao kultu fahal baada dhalika lakini minshar jie baada khayri hiyo kuna shari kala naam ndiyo fitina tun amia inakuwa ni fitina wale vipofu inakuwa ni watu ambe watakuwa wanafuata chochote kile ambacho wanakiona kwa wanakifuata tu yani kama wile vipofu vipofu mana haoni anabamia kitu chochote kile anakivamia wanakuja watu kama wanakuwa ni fitina kusena na wipofu watakuwa hawawoni chochote kile ambacho wanakiko mbele yao wanavaramia vio vio tevile ambacho wakikutana na hivo vitu wakasema wadua ala abuabi jahannam pia kutakuwa na wale walinganize ambacho wanalingania katika milango ya jahannam wale ambe wanakuta mtu wanalingania njia ambacho si asawa njia ambacho inampeleka mtu motoni wale kuna watu kama hawa wakasema manjabahum ilaiha kathafu hufiha mwenye kuwaitikia hawa mbewa nalingania kusena na milango ya motoni mwenye kuwaitikia akawafuata watu hawa basi wataingizwa katika huo moto kwa sababu wamewafuata watu ambacho nalingania njia ambacho nimbaya mbia njia ambacho sio zakhiri wanalingania njia za kumpeleka mtu motoni kumwenye kuwafuata watu hawa basi wanapeleka wa motoni kusena na kuwafuata hawa kutu ya rasul allah sifu humlana ewa mtume wa allah tupesifazao ya hawa watu tusifie wanakuwaji wanakuwaji hawa watu fakala kasema hum minjil datina akasema talzamu jamaa talmuslimin wa imamahum basi weo kiona hivo utalazimiana na kundila wa islam ile kundila wa islam wote na imamu wawo pia kwa hivo takua na pamoja na wa islam ambao wako katika njia ya sawa njia akheri pio naofuata unakuwa pamoja na wa islam wote pia na imamu wawo ambeni inakuwa nikiongozu wakislam wote basi unakuwa pamoja kuntu hakasema faillam yakun jamaatun wala imamu jie ikiwa hawana hawa iki kikundi cha uislam kama hamna uislam wote yani hamna kikundi ambacho kutakua tunajiunga pamoja na hawatu wala hamna imamu yoyote nitafanyaje kama hawa islam hamna wala imamu kiongozu wakislam hamna nitafanyaje kala faatazil tenikal firka kollaha basi wewe jiepushe na kikundi hicho yani hicho kikundi ambacho hakina imamu basi wewe epukana na hicho kikundi kwa sababu hamna kiongozu wote walau antaadhu ala asule shajara hata almaudu hata lau ungeenda kwenye muti ukaungata ule muti kwangubu ukaungata kangangania pale paka ukujia wewe maudu yani usienda kwenye makundi ambayo haana kiongozi hata kama uende kwenye muti unanganie pale paka upato na mauti pale inakua nibora kwako kuligo kwenye kuenda makundi ambayo hana kiongozu hote waanta ala dhalik hali kwawe uko katika hali hiyo yani unakutu na mauti huko kwenye huo muti hali kwa haujia enda kwenye makundi ambayo hana kiongozi yanajiendea tu basi hiyo nibora kwako kwayo akielezea kuhusiana na sasa hivi jie wanapatikana hii jamaa atul muslimin wanapatikana hau 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 suna za mtume sallama na kundi la islam wato wanapatikana hau ispokuwa imamu ambayo ni kiongozi wa islam wote huyu ndiyo hayuko yani imamu ambayo kusudua katika hii hadithi ni imamu wa kiongozi wa islam wote kwa hiyo kwa saivi huyu kiongozi hamna lakini jamaa wa islam wote wanapatikana wani katika hadithi ambayo naelezea kuhusena na kuwepo ya kuwepo kikundi cha islam wote alafu pia kukwasekan na imamu au kiongozi wa islam wote wena kuwa ni kila mjuna kiongozi wake lakini hawa hawa kusudiwi na hii hadithi adha ala fa akber yallah fa akber ala fa akber yallah fa akber ashal ala ilaha ilum man ashal ala ilaha ilum man ashal ala muhammad rasul um man ashal ala muhammad rasul um man say ya rasul man say ya rasul man say ya lul fela say ya lul fela الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله